أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من بولاتيكو وقصتنا البصرة قصة كتبها التاريخ ولا زال يكتبها حكاية لا تنتهي موغلة في قدم التاريخ منذ تأسيسها وحتى اليوم هي نقطة للمتغيرات منها انطلق في عصرنا الحديث احتلالان ومنها انطلقت الأموال أيضا بنفطها في عصرنا الحديث كانت سببا لنقاط تحول كبيرة في تاريخ العراق خدمت البصرة في ثمانينات القرن الماضي خلال حرب ايران وهجر اهلها لتتفضى مرة اخرى كطائر العنقاء ينهض من تحت الركام نقاط تحول كثيرة شهدتها البصرة اثر سلبا واجابا على تاريخ العراق وعلى مساره السياسي والاقتصادي لهذا اقول البصرة قصة لا تنتهي ولن تنتهي بسيابها وعشارها بطيبة اهلها وعشقهم للحياة وتفاعلهم مع المتغيرات وعيا وسلوكا اشق البصرة اشق البصرة لا ينتهي يدوم ويبقى مع نبض القلب ويرقص هي قصة السندباد العاشق للمعرفة هي قصة فرح وحزن جمعت بين طياتها متناقضات الغنى والفقر في مملكة الجنوب الجنود صامدون والقادة حائرون والعداء طامعون منها انطلقت الزنج بثورتهم منها انطلقت المعرفة والعلوم باسمها عرفت مدرسة اللغة وباسمها عرفت اسواقها منذ القدام منبرا للشعر ومنبرا للمعرفة البصرة